التقت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار بوفد نيابي ترأسه سعادة النائب جمال داود رئيس لجنة المرافق وسعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب والدكتور منير بوشناقي مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وقد تناول اللقاء الذي عقد صباح اليوم في متحف البحرين الوطني تناول أهم إنجازات مملكة البحرين على الصعيد الثقافي إضافة إلى سبل تعزيز التعاون ما بين المجلس وهيئة الثقافة من أجل الارتقاء بمكانة البحرين الثقافية والحضارية كما قدمت معالي الشيخ مي ملخصا لأهم المشاريع التي أنجزها قطاع الثقافة مضيحة أن أهم البرامج تحت مشروع الاستثمار في الثقافة الذي بدأ بفكرة دعم القطاع الخاص للمشاريع وكان من أبرزها دعم عاهل البلاد نفد حفظه الله ورعاه لإنشاء مسرح البحرين الوطنية من جانب آخر أوضح الدكتور مونير بوشناقي أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي هو من أبرز إنجازات مملكة البحرين في مجال الحفاظ على التراث مؤكدا أن المركز يرادف بأهميته مراكز التراث العالمية التابعة لليونسكو بدور يأكد سعادة النائب جمال داود أن النواب يدعمون كل ما يمكنه إبراز ثقافة وحضارة البحرين كما قال سعادة النائب علي العرادي أن المجلس سيكمل مشوار دعم الثقافة وصناعة توأمة بينها وبين السياحة وبعد لقائهم قام الحضور بجولة في الأماكن الثقافية المحيطة بالمتحف الوطني ترجمة نانسي قنقر